هل تساءلت يوماً، هل الزمن هو نفسه لجميع؟ هل يمر عليك الزمن بنفس السرعة التي يمر بها على شخص آخر، على الطرف الآخر من الكوكب؟ أو ربما حتى شخص يسافر بسرعة الضوء؟ يبدو هذا كأنه خيال علمي، أليس كذلك؟ لكن ماذا لو أخبرتك أن العلم يخبرنا أن هذا ليس خيالاً على الإطلاق، بل حقيقة علمية مذهلة؟ اليوم سنغوص معاً في أعماق واحدة من أروع النظريات في تاريخ البشرية، نظرية أينشتاين للنسبية الخاصة استعدوا لرحلة ستغير نظرتكم للزمان والمكان، فهل أنتم مستعدون لاكتشاف كيف يمكن للزمن أن يتباطأ أو يتسارع؟ لنبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحباً بكم لنتأمل قليلاً في مفهوم الزمن الذي نعيشه بالنسبة لنا يبدو الزمن كأنه نهر لا يتوقف، يتدفخ دائماً إلى الأمام، لا ينتظر أحد ولا يتباطع ولكن نظرية النسبية الخاصة لأينشتاين تخبرنا شيئاً مختلفاً تماماً إنها تقول أن الزمن ليس ثابتاً أو مطلقاً في كل أرجاء الكون، بل إن مراقبين مختلفين يمكن أن يختبروا أزماناً مختلفة في أماكن مختلفة كيف يمكن لهذا أن يكون صحيحاً؟ دعونا نفهم الأمر خطوة بخطوة تعتمد نظرية أينشتاين على فكرتين رئيسيتين الفكرة الأولى هي أن قوانين الفيزيائية نفسها في جميع الأطر المرجعية تخيل نفسك وصديقك صديقك يقف على رصيف محطة القطار وأنت داخل قطار يسير بسرعة ثابتة بالنسبة لصديقك أنت تتحرك ولكن بالنسبة لك داخل القطار إذا أغلقت النوافذ قد تشعر كأنك ثابت وبقية العالم هو الذي يتحرك حولك قوانين الفيزياء سواء رميت كرة أو شربت كوب ماء ستظل تعمل بنفس الطريقة لك ولصديقك لأوضح لكم الأمر أكثر تخيلوا نحلة تطير داخل طائرة تحرك بسرعة هذه النحلة لا تحتاج إلى بدل جهد إضافي لتطير من مؤخرة الطائرة إلى قمرة القيادة لمجرد أن الطائرة تتحرك لماذا؟ لأنها تتحرك ضمن نفس الإطار المرجعي وتنطبق عليها نفس قوانين الفيزياء والآن لنأتي للفكرة الثانية التي تعتمل عليها نظرية أينشتاين وهي سرعة الضوء ولكن دعونا في البداية نوقي نظرة على قياس السرعة لأي شيء مادي أنت في القطار الذي يتحرك بسرعة مئة كيلومتر في الساعة وقررت أن ترمي كرة قدم بسرعة عشرين كيلومتر في الساعة بالنسبة لك داخل القطار الكرة تتحرك بعشرين كيلومتر في الساعة ولكن ماذا عن صديقك الواقف على تصيف؟ سيبدو له أن الكرة تتحرك بسرعة مئة وعشرين كيلومتر في الساعة وإذا كان هناك شخص آخر يركض نحوك بسرعة عشر كيلومترات في الساعة فسيقيس سرعة الكرة بمئة وثلاثين كيلومتر في الساعة كيف يمكن لنفس الكرة أن تمتلك كل هذه السرعات المختلفة؟ والإجابة ببساطة هي أن السرعة نسبية إنها تعتمد على إطارك المرجعي وهنا تأتي المفاجأة الكبرى والفكرة الثانية في النسبية الخاصة سرعة الضوء ثابتة لجميع المراقبين نعم إنها نفس السرعة دائما 300 ألف كيلومتر في الثانية بغض النظر عن مدى سرعتك أنت أو سرعة مصدر الضوء دعونا نتخيل أنت وصديقك تقفان مقابل بعضكم البعض صديقك يضيء مصباحا يدويا عندما تقيس سرعة الضوء ستجدها 300 ألف كيلومتر في الثانية وهذا منطقي ولكن ماذا لو بدأت بالركض نحو صديقك بسرعة هائلة؟ لنقل 10 ألاف كيلومتر في الثانية وصديقك أباء المصباح مرة أخرى بشكل منطقي تتوقع أن تقيس سرعة الضوء أكبر أليس كذلك؟ لكن لا ستظل تقيسها 300 ألف كيلومتر في الثانية وهذا هو جوهر نسبية الخاصة سرعة الضوء كونية وثابتة ولكي تستوعب قوانين الفيزياء ثبات سرعة الضوء يتصرف المكان والزمان بطرق غريبة لم نعتد عليها من قبل ماذا يعني ذلك؟ دعونا نفكر في مثال بسيط تخيل دولتين تريدان توقيع اتفاقية في نفس اللحظة اتفقا على طريقة يجل الزعيم كل دولة على جانبي طاولة وفي المنتصف يوجد مصباح كهربائي بمجرد إضاءة المصباح وعندما يصل الضوء إلى عيني كل زعيم يوقعان فورا نظرا لأنهم يجلسان على نفس المسافة من المصباح ويعرفان أن الضوء يسافر بنفس السرعة يتوقعان أن يوقعا في نفس اللحظة وهذا ما يحدث بالفعل والجميع سعداء وبعد فترة قرروا تكرار الأمر ولكن هذه المرة داخل قطار المتحرك يسير بسرعة ثابتة نفس السيناريو نصباح في المنتصف وزعيمان على الجانبين من وجهة نظر الزعيمين داخل القطار يصل الضوء إليهم في نفس اللحظة ويوقعان لكن ماذا عن الأشخاص الواقفين على الرصيف؟ هؤلاء بدأوا يتجادلون من وجهة نظرهم رأوا أن القطار يتحرك عندما أضاء المصباح كان الزعيم الأول القائد ألف يتحرك نحو وميد الضوء بينما كان الزعيم الثاني القائد با يتحرك بعيدا عن الوميد ولأن سرعة الضوء ثابتة فإن الضوء وصل إلى القائد ألف أولا لأنه كان أقرب إلى مصدر الوميد في اللحظة التي انطلق فيها الضوء واستغرق وقتا أطول للوصول إلى القائد با إذن من الصحيح هنا؟ القادة داخل القطار الذين يقولون أنهم وقعوا في نفس اللحظة أم الناس على الرصيف الذين يرون أن التوقيع لم يكن متزامنا؟ الإجابة ببساطة كلاهما على حق الأحداث التي تحدث في نفس الوقت لمجموعة من الناس قد لا تحدث في نفس الوقت لمجموعة أخرى تتحرك بالنسبة لهم هذا ليس وهما بصريا إنها حقيقة مدهجة حول طبيعة الزمن نفسه دعونا ننتقل إلى المفهوم الأكثر إثارة للدهشة تمدد الزمن لتوضيحه لنستخدم ساعة ضوئية بسيطة هذه الساعة تتكون من مرآتين متقابلتين وكرة من الضوء ترتد بينهما كل ارتداد للأعلى وللأسفل يعتبر تكة أو ثانية الآن تخيل أن لدينا ساعتين ضوئيتين متطابقتين الأولى ثابتة والثانية ضاحة في حركة سريعة عندما تتحرك الساعة الضوئية نرى أن كرة الضوء لا ترتد عموديا فقط بل تتحرك في مسار قطري على شكل متعرج كما هو موضح على الشاشة ولأن الضوء يجب أن يسافر لمسافة أطول في الساعة المتحركة ولكن سرعته ثابتة فهذا يعني أن كل تكة في الساعة المتحركة ستستغرق وقتا أطول هذا يعني أن الوقت يسير ببطء أكثر في الساعة المتحركة ولكن فقط بالنسبة للمراقب الخارجي الذي يشاهدها أما من هو داخل الساعة المتحركة فلن يشعر بأي فرق لأنه يتحرك معها وللتوضيح للمثال إذا كان رائد فضاء يتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء فإن ساعة يده ستبدو أنها تسير ببطء شديد من وجهة نظر شخص على الأرض ولكن بالنسبة لغائد الفضاء الزمن يمر طبيعيا فقط الآخرون يبدون كأنهم يتقدمون بسرعة أكبر بالنسبة له وقد تتساءلون أعزائي إذا كان تمدد الوقت حقيقيا فلماذا نلاحظه في حياتنا اليومية؟ السر في ذلك يكمن في السرعة دعونا نوقي نظرة على صيد التمدد الوقت وهي موضحة أمامنا على الشاشة حيث أن دلتا تي تساوي دلتا تي نوت مقسومة على الجزر التربيعي لواحد ناقص في تربيع على سي تربيع ودلتا تي نوت في البسط هي الزمن الذي يمر على الشخص الموجود داخل المركبة المتحركة أي الذي يعيش الحدث من داخله ولذلك يسمى الزمن الخاص أما دلتا تي فهي الزمن كما يرصده المراقب خارجي أي الزمن الذي يقيسه شخص ثابت يراقب الجسم المتحرك وفي هي السرعة النسبية وسي هي سرعة الضوء عندما تكون السرعة النسبية هي سرعات عادية أقل بكثير من سرعة الضوء فإن المقام يصبح مساويا للواحد وهذا يعني أنه في السرعات العادية تكون القياسات الزمنية للمراقب الثابت والمراقب المتحرك متساوية أما إذا ازدادت السرعة واقتربت من سرعة الضوء يصبح المقام أقل من الواحد مما يعني أن المراقب الثابت على الأرض يرصد الزمن للمراقب المتحرك قد ازداد وهذا ما يتسبب في تمدد الزمن إذن كلما اقتربك السرعة من سرعة الضوء تمدد الزمن أكثر وللتوضيح بمثال إذا أطلقنا صاروخا يتحرك بنسبة 10% من سرعة الضوء فإن الفرق في التوقيت سيكون ضئيلا جدا وغير محسوس تقريبا ولكن ماذا لو زدنا سرعة الصاروخ إلى 80% من سرعة الضوء إذا أرسلنا هذا الصاروخ في رحلة لمدة 10 أيام فعند عودته إلى الأرض سيكون هناك فرق ملحوظ في التوقيت وهذا يثبت أن تمدد الوقت ليس وهما بل حقيقة فيزيائية تخيل صاروخ يتحرك بسرعة 99.9% من سرعة الضوء هذه سرعة قريبة جدا من سرعة الضوء لو أرسلنا هذا الصاروخ في رحلة لمدة 10 أيام فقط فعند عودته إلى الأرض سيكون قد مرت سنوات على الأرض هذا ليس خيالا علميا لقد أثبتت هذه الظاهرة علميا باستخدام ساعات ذرية دقيقة لغاية وهذه هي الطريقة التي عرف بها أينشتاين أن الوقت يتباطأ حقا بالنسبة للأجسام المتحركة ولدينا دليل مادي من واقعنا يثبت تمدد الوقت ربما سمعتم عن جسيمات تسمى لميونات هذه الجسيمات تتشكل على بعد حوالي 10 كيلو مترات فوق سطح الأرض متوسط عمر لميون قصير جدا حوالي 122 مايكرو ثانية نظريا وحتى لو كانت تسافر بسرعة الضوء فإنه من المستحيل أن تصل إلى سطح الأرض قبل أن تتحلل ولكننا نرى هذه الميونات تصل إلى سطح الأرض بفعل بل وتختار كيلو مترات تحت السطح لماذا لا تتحلل في الطريق؟ هذه المواحبة هي دليل مادي قاطع على تمدد الوقت فالميونات التي تسافر بسرعات قريبة جدا من سرعة الضوء تتأثر بتمدد الوقت بشكل كبير بالنسبة لها يتباطع الوقت وبالتالي يطول عمرها بشكل هائل من منظورنا نحن على الأرض وهذا ما يسمح لنا بمراحظتها وقد تتساءلون هل تأثير تمدد الزمن هذا مجرد فكرة النظرية؟ الإجابة لا إطلاقا بل نحن نعتمد عليها يوميا دون أن نشعر وتحديدا عند استقدامنا تطبيقات الجي بي اس على هواتفنا نظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس يعتمد على أخمار صناعية تدور حول الأرض بسرعات عالية وعلى ارتفاع شاهق هذه الأخمار تحتوي على ساعات ذرية شديدة الدقة ترسل إشارات زمنية إلى أجهزتنا لكن هنا تحدث المفارقة بسبب سرعة حركة هذه الأخمار فإن الزمن فيها يمر أبطأ مما يمر على الأرض حسب النظرية النسبية الخاصة وفي نفس الوقت وقب أن هذه الأخمار تدور في مناطق جاذبيتها أضعف من سطح الأرض فإن الزمن فيها يمر أسرع حسب النظرية النسبية العامة وهي ظاهرة سنتطرق عليها في الحلقات القادمة والنتيجته يتغير الزمن في الأخمار بمقدار حوالي 38 مايكرو ثانية يوميا مقارنة بالزمن على الأرض قد تبدو هذه المايكرو ثانية تافهة لكنها لو تركت دون تصحيح لأدت إلى أخطاء في تحديد الموقع تصل إلى كيلومترات لذلك يقوم نظام تحديد المواقع GPS بتعديل هذه الفروقات النسبية في الزمن بشكل مستمر بناء على معادلة التمدد الزمني التي شرحناها سابقا وبهذا نستطيع نحن تحديد موقعنا بدقة مذهلة بفضل معادلة أينشتاين التي غيرت فهمنا للزمن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟ تخيل لو أنك وصديقك في نفس العمر وقرر أحدكما القيام برحلة فبائية تستغرق خمس سنوات بسرعة قريبة من سورة الضوء بينما يبقى الآخر على الأرض عندما يعود المسافر من الفضاء سيجد أن صديقه على الأرض قد أصبح عمره عشرين عاما بينما هو لم يكبر سوى خمس سنوات فقط نعم هذا ليس مشهدا من فيلم إنه نتيجة طبيعية لتمدد الوقت لكن لماذا لا نلاحظ هذا في حياتنا اليومية؟ والإجابة ببساطة لأننا نتحرك بسرعات بطيئة جدا مقارنة بسرعة الضوء التأثير موجود لكنه ضئيل للغاية لدرجة أننا لا نكاد نلاحظه ومع ذلك بالنسبة لأولئك الذين تحركون بسرعات فائقة يصبح تمدد الوقت حقيقة ملموسة وواضحة إذن رأينا كيف أن النظرية النسبية الخاصة لأينشتاين غيرت فهمنا للكون ولأكثر المفاهيم بدهية وهي الوقت الوقت ليس ثابتا بل هو نسبي يتأثر بالسرعة ويمكن أن يتمدد أو يتباطع وهذا يفتح لنا أبوابا هائلة التفكير في السفر عبر الزمن هل تعتقد أن بإمكاننا يوما ما السفر عبر الزمن؟ شاركونا أفكاركم في التعليقات إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب واشتراك في القناة لتشاهدوا المزيد من المحتوى العلمي سنراكم في الفيديو القادم وحتى ذلك الوقت أستبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته